تحية وسلاما تحية حب وتجديد عهد وشوق كريم ومصون إليكم واحتراما السادة الأفتارات أسعد الله وقاتكم بكل خير وبكل محبة لكم أسمى آيات التقدير نلتقي عبر البث المباشر إن شاء الله لو الصوت واضح الناس تنبهنا لو الصوت واضح من كودة لمدرمان كل البلد سودان سنظلنا رديد الشعار بالله يتميجو الناس عبدالسلام قليبة أول تعليق أهلاً عبدالسلام تاني تعليق حسين محمد علي أهلاً يا حسين أحمد الشيخ في تالت تعليق وعمر مرحبك وصير مكتوم وبقية السادة الأفاتارات كيفكم يا يماع سعد الدين مرحبا بك مرحبا البروف من كاودة الامدرمان كل البلد سودان من كاودة الامدرمان كل البلد سودان هذا الهتاف القوي هذا الهتاف الرائع هذا الهتاف الوجداني الذي يدغضغ الشعور الوطني والقومي الإرثي في السودان هذا الشعار الذي رفع اليوم حينما هبطت طائرة دكتور عبدالله حمدوك في تلك المنطقة التي تسمى بكاودة هذه المنطقة التي كانت عصية على البشكير ونافع وعلي سعبان وعبدالرحيم محمد حسين الليمبي وهؤلاء على بكر حسن صالح على كل الذين كانوا أدواتا للظلم والبطش والقهر والتنكيل بالناس المنطقة كانت ممنوعة البشير وعمر البشير طلع والله عمر البشير طلع في التلفزيون قال سأصلي الجمعة القادمة في كاودة بالمناسبة الجمعة ديها الفين وطماشر الجمعة ديها الفين وطماشر كويس قال سأصلي الجمعة القادمة في كاودة عبدالعزيز هذا ملحيله هناك رد عليه قال له يجب أن تصليها في لاهاي والله يردك يفني اسبوعين والله يقول الآن أثار جميلة ماي خلاص قال له تصليها في لاهاي ما لكم يا جماعة لاهاي ما لا كدوا الرونية الصلاة ما بتقبل فيها ما لوا السنسل في لاهاي في جنوب هولندا ديها في المدينة ذاتها يعني ما قاعدين يصلوا مثلا كويس لا لا فبالتالي كان رد جميل جدا هذه المنطقة البشير والإعلام الموالي للبشير خلاص كانوا كلهم مواقفين يعني في النقطة دي كانوا بقولوا نحنا ما شيرنا نصلي الجمعة وكان الإعلام بتاع البشكير بيطلع خلاص كان إعلام البشكير بيطلع الوقت داكو بقول مصلينا الجمعة أهلا بكل الشباب خلاص كان مصلينا وبالتالي تمت الزيارة اليوم ووصل دكتور عبدالله حمدوك إلى ديار السودان هناك من كاودة لمدرمان أو من كاودة لمدرمان كل البلد السودان كويس وهتف الناس خلاص وفرحوا جدا بالوصول له وحقيقة منطقة كاودة للتحية التحية لساكنيها ولكل أهل السودان الروائع الأفاتارات بس ما عليش يا أخوان ما دا أقول لكم ممكن ناخد شوية كده يعني تفكير شوية مسألة كاودة دي يعني ما عندها علاقة بزيارة عبدالعزيز الحلو للإمارات قبل كام يوم بالمناسبة كويس دي مشكلة يعني الآن عبدالله يعني موجود كويس دكتور عبدالله حمدوك مش زاره يا لكن قبل كام يوم الحلو زار الإمارات وقدمت له دعم كبير جدا كويس دعم كبير جدا وعبدالعزيز الحلو يا وطبعا عبدالعزيز الحلو واحد من رجال الدولة يعني منوع البس فقط حركة مسلحة ساي لا حركة مسلحة وزول أفتار جدا يعني مؤهل جدا وهو من خريجي الخرطوم جامعة الخرطوم كويس من الأفتارات شديد جدا فعبدالعزيز هذا ما الحلو الإمارات بيقول له تعالي أخي وإنت زولنا وإنت وإنت الإشكالية في إنها سادة المجد الكرام في سياسة المحاور الإقليمية يعني الإمارات عندها نوع يعني اشتهرت قطر مثلا بدعم الخط الأخواني بشكل أكتر من لافت وصارخ لكن كمان بالمقابل اشتهر الخط الإماراتي أيضا بالتكسيم كويس بالتكسيم بإنه طوالي بيحصل تكسيم في المنطقة أو في البلد خلاص اللي بتكون حليفة ليها في حاجات كثيرة جدا ويا أخواننا نحن السودان يكون صديق للإمارات صديق لقطر صديق لأي دولة ما في أي مشكلة ما في زول بعيش ساي خلاص ما في زول بعيش ساكت يعني في عيمنه بدون حلاف وبدون لكن في فريق بين حلف وبين تبع يعني إنك تكون قائد في حلف وبين إنك تكون تبع ساكت مثلا ناخد مثل الطريقة اللي استقبل بها عبدالعزيز آدم الحلو دكتور عبدالله حمدوك الليلة ما زيارة عادية الطريقة اللي استقبل بها استقبل زول رئيس في دولته ما استقبال بتاع رئيس حركة مسلحة ولا استقبال بتاع والي ساي على المنطقة أنا شخصيا اتخوفت جدا اتخوفت جدا من إنه يكون طريقة استقبال الليلة هي رسالة في العقل الباطل لكل الناس بالتهيئة للانفصال والكلام ده أنا ما قلته عبطني يا جماعة الكلام ده دكتور عبدالعزيز أو الكومريد عبدالعزيز آدم الحلو صرح بالكلام ده قال إنه مايل على الانفصال كلام ده ما مني أنا برهي يعني ما قلته أنا يعني منه الشغلانية دي فيها يعني شكل واضح جدا من أشكال إنه جنوب كردوفان أو جبال النوبة كلها ما شعل الانفصال الكلام ده طبعا نفضل نقوله الآن بكل تحليل سياسي بكل دقة ومتابعة أحسن نقوله الآن كويس ونضع الآليات بتاعت الحلول ونفكر نشوف الأفكار شنو كويس لازم يا جماعة لازم ضروري جدا جدا لو قعدنا قلنا والله يا أخي لا نقعد ننتظر ما في حاجة وشنو شنو الكلام ده بعدين بيجيب لينا مشكلة كبيرة جدا كده نرجع للنقطة دي لحظوا في العنوان أنا كاتب ليكم عاجل مشكلة في العنوان كويس كاتب غربي كردوفان مش طيب يا أخوانا منطقة غربي كردوفان كويس مناطق البترول زي مناطق هجليج زي مناطق بليلة خيرسان مناطق معينة بنضح فيها البترول بشكل كبير جدا كويس ويعني بشكل نقول عليه وكتر من كتير ودرجة سياسة عمر البشير يا أخوانا عشان نفهم كده الأزمة كويس زي ما درجة سياسة عمر البشير على إنه البترول اللي بيطلع في المنطقة ما بيدوه المنطقة منه أي نسبة بتاعت تنمية بنفس الشكل يعني مشت الحكاية دي واستمرت وعملوا فيها احتجاج كويس قبل فترة يا أخوانا طلع كلامه كويس قبل فترة طلع كلام وبعده بيان وبعده حصل اعتصام داخل مناطق البترول المنطقة اللي بيطلع فيها البترول بعيدوها بـ 2% الـ 2% في التنمية أسمعوا الكلام ده يا معا كويس عشان لو حصل لأغدر الله بعدين وهو ماشي بشكل كويس كتير جدا جدا كويس الآن الحاصل بإنه في تحرك حقيقي في غرب كردوفان ودي مناطق أهليب أعرفها كويس الآن في تحرك حقيقي وأصوات جوية وفي أي لحظة قد تنفذ من مناطق غرب كردوفان بضرب البترول البترول الجاعد في مناطق غرب كردوفان الآن في كلام كتير جدا وفي تحرك حيكون عسكري خلاص قبل فترة ماشي لهم وزير الوكيل وزارة الطاغة والتعدين كويس ووعد بإنه إن شاء الله التنمية في منطقتكم دي حتكون من الـ 2% البترول اللي بيطلعوا كده وعندهم مطالب والسودان ده يا أخواننا كله أزمات السودان ده كله بلاوي خلاص والبحصل في الشرك قاعدين نفتح له المساحة والبحصل في الشمال بنفتح له المساحة والآن ده في الغرب كويس الآن في غرب كردوفان الناس غضبانة بتتكلم عن إنه نحن ما ممكن نطلع نسبة الـ 2% يا جماعة الله ظلم خلاص 2% من البترول وما في زول يعبرنا بالتنمية في مناطقنا كويس الـ الإشكالية أبناء المنطقة أبناء المناطق دي ناس عمر سليمان ناس عيسى بشري كويس ناس صباحي دين كلهم كانوا عبارة عن آليات للنظام السابق في تدمير المناطق كويس في تدمير النفط ذاته يعني في وقت بيقى مشكلة كبيرة جدا لو لاحظتوا أي زو الساكم في غرب كردوفان المناطق دي ذاتة يعني ياسي مثلا مؤتمر الوطني دار ينفذ سياسة سيئة في الشمالية مثلا بيقوم بيجيب أولادة الشمالية ذاته يقوم ويضربوا الحتادل في الشمال دار ينفذ حاجة في الجزيرة بيجيب أبناء الجزيرة كده يعني مثلا كويس مثلا الجزيرة جابوا لها ناس من الجزيرة يدقوا مشروع الجزيرة ذاته خلاص ده الحاصل ده في عهد البشير طيب حصل الكلام ده كويس في غرب كردوفان المناطق بتاعت البترول التي ذكرناها مثل هجليج مثل بليلة المناطق دي الآن بيقولوا نحن يا جماعة معانين وما لاقين زولي كيف معنا وهل تعلموا في المناطق دي ما زالت نسبة كبيرة من النسوان ما زالوا عملية الوضوع بتاعتهم بالتنب الحبل هل تعلموا إنه لغاية تاريخ اللحظة مستشفى مافي مركز صحي وتعبان كويس مركز صحي وتعبان كويس ما عليش يا جماعة في بعض الناس بيختفى الكلام ساي وبيجي بقوله ما عليش أخواننا بس نوضح عن النقطة دي في واحد كاتب في تعليق قال دي فيتن عليكم الله شوفوا الزول الجاهل ده عليكم الله شوفوا الزول الجاهل ده يعني يعني مأساة الناس لما نحكوها دي فيتنة يعني يتكلموا لك في الشدة التدائر خلاص يا أخي ديالك لو إنت أبطي اهتم بهم أنا أهتم بهم يا أخي إنت لو ما أبطي اهتم بالإنسان الفي هامش السودان من شماله لشرقه لوسطه لغربه أنا أهتم بهم يا أخي يعني ما قادر أفهم في فئة من الناس بيحفظهم كلامه بيجي بقوله لكن ما بقوا فاهمه ذاته قالوا ليه وإنما طب لي أجوف بردد كلام الآخرين ودي مشكلة خطيرة فالآن المشكلة بإنه الناس بتموت ما في علاج خلاص الناس بتموت ما في علاج والناس اللي بيمشوا المراكز المراكز تحبانة تحبانة جدا خلاص ما في مدارس مدارس لسه بالقش بالإضافة لإنه بيقولوا ناسنا شغالين ناسنا ناس المنطقة ما بيشتغلوا بيجيبوا مناطق تانية في كل السودان بيجيوا بشغلوهم لينا في المنطقة دي المطالب الرفعوية يعني كويس للوزارة في وزارة في النفط المرة الفاتت جنب الأنابيب والحيطات دي مشوا عملوا الاعتصام هناك جاءهم وكيل وزارة الطاقة ووعدهم بإنه المشكلة حتتتحلى وكانت مواعيد عرقوب كانت مواعيد البشير يعني كان أمر البشير بيجي 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 بيجيهم في مشاكل زي دي وبيقول لهم خلاص موضوع ده منتهي خلاص وأنا معاكم وإنتم مجاهدين وإنتم أبطال وإنتم وابعملوا وبغشهم هناك وبيستخف بهم وبمشي يعني لا ده ما زمنه كيف يا رياض كيف يعني ما زمنه أي زو thriving يحقه في هي زمن شنبل ما زمنه لا زمنه طوالي كيف يعني ما زمنه خلاص أي زول يحقه في أي بلد أنا واحد من الناس ما داير البلد تيوت ولا داير الفوضى ولا 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 لكن يا أخواننا السودان ماشي على هذا الوضع أن السودان ماشي في هذا الوضع ده قويس دي حقايق لازم تتقالب يا اخواننا نحنا الناس بيضربوا تلفونات من المناطق بتاعت السودان جميعا يا وضد يتكلم لنا عن الازمة الفلانية يا وضد يتكلم لنا عن النقطة صليت لنا الضوء على الحاجة كذلك ايضا الان المنطقة بتاعت غربي كردوفان خلونا نتكلم يا جماعة المنطقة دي كانت من مناطق الدفاع الشعبي وتم تجنيت كتير من ابناء في الامن في الجيش في الشرطة عشان يحيدوهم لما اهلهم يقوموا مظاهرات يضربوا اهلهم او يمنعوهم كويس الان الناس دي كلهم عندهم سلاح كلهم عندهم سلاح انا احكي لكم حاجة بس حصلت في ابيي في المنطقة بتاعت ابيي كانت يذكروا جابه القوة بتاعت حفظ السلام اللي هي اسيوبيين كانوا خلاص سبحان الله الاعلى في مشكلة حصلت في واحد من العربة الهناك دي الجشاي اللي هو سلاح وماشي والمنطقة منزوعة السلاح المنطقة متفق عليها انها منزوعة السلاح فقام الزولده من هناك نطلقوا كويس الزولده العسكري ده وقفوا قالوا الحتة دي منزوعة السلاح جيب السلاح ده ما اداوا السلاح لم وفيه كم عسكري شهالوا السلاح كويس شهالوا السلاح من الزولده هو من مناطق العربة المسيرية الهناك الزولده ماشى كويس مباشرة لأهله هناك والناس منتظرين ردة الفعل طبعا في الوقت ده جوشيوخ الجبائل والحق والحاصل وما عارف انتوا عارفين هم بيحلوا في المشكلة هنا سمعوا الزول منه هناك كل الناس بيمسكوا فيه بيقولوا والله الليلة ما أخليهم والله الليلة ما أخليهم والله الليلة اتخيلت لفتوا على الزول ليقوا شايل شنو ليقوا شايل كيلنكيت تعرف الكيلنكيت مدفع مصغر مدفع اللي بيكون قاعد في الوقت كده حجمه زي زراع ومباشرة بتدخل فيه الغزيفة بتزح وتخطها بالجنب زيادك من بعيد الغزيفة بتمرك ده كان دار يدقهم بأتزول جاب السلاح ده منه هل تدي السلاح ده منه جماعة هل تدى السلاح ده منه ده كويس يعني زول لدرجات انه بشي لغوة حفظ السلام كيلنكيت كويس في يا اخواننا ابناء الدار يتأكد من الكلام ده كويس يتأكد الآن الحاصل في غليان في منطقة غرب كردوفان قبل اليوم كان فيه اعتصام لغاوة اعتصام كان كبير جدا الاعتصام بتاع لغاوة وكان له تاريخه السياسي وغير في المشهد السياسي في جغرافيا المنطقة هناك بشكل كبير بالاضافة لانه بعد ذلك كان فيه اعتصام بابا نوسا هو اعتصام بابا نوسا كان قبل كويس اعتصام بابا نوسا كان اعتصام كبير جدا كويس يعني مثلا المناصير في يوم من الايام اتظلموا خلاص في قضية محددة جو طالبوا بحقوقهم واعتصموا هل تقدر تجي تقول ليه ميتو غلطاني هل تقدر تجي تقول ليه ميتو غلطاني ما ظلم الظلم ده محر الظلم ده يجع فيه حتى نحنا ضده المناصير شوفتوا الظلم اللي كان واجع فيه في يوم من الأيام كويس طيب يلا كمان بنفس الصورة دي الواجع فيهم الظلم بيطلع من المنطقة وعندهم فيه 2% الـ 2% المفتنط تمشي وين يا أخوانا تمشي 2% في المنطقة تمشي مدارس يا أخي فيه كرة الغدم دي اللاعب لو خصمه من مرتبه يعني أنا مثلا داعي رخصم هالساعة من التش خلاص تعالي يا التش أنا داعي رخصم منك أنا كرئيس نادي أو كاللجنة أو 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 الجروش اللي بتتخصم دي بيتمشي وين الجروش اللي بتتخصم بيتمشي للنادي كويس طيب في نفس الوقت الجروش المفترض تطلع كويس اللي بتطلع من المنطقة كبترول أو كده كويس برضو بتمشي لمصلحة المنطقة فيأخوان الكلام ده خطير جدا البترول في غرب كردوفان توقعوا إنه يضرب في أي لحظة الآن في حراك زيداء كويس الكلام ده من هنا رسالة للحكومة أمشوا ساولي نازل حقوقهم ورجعوا المفصولين تعسفيا خلاص المظلومين تعسفيا خلاص اللي بيشتغلوا بيقول يا الله كلام حاصل الكلام ده والددينة من أبناء المسيرية من بابا نوسا الكلام ده كله حاصل والله يا ربنا يسلح حال السودان يا رب تسلم يا أستاذ أحمد كهرباء يا أخي تسلم كويس فأمشوا أي زول يمشي يسأل خلاص عندك جريبك في غربي كوردوفان أضرب ليه قل ليهوا الوضع السياسي كيف قل ليهوا الوضع هناك عامل كيف الناس رؤيتها شنو وفكرتها شنو طيب الآن السودان مر بوضع صعب يا جماعة السودان الآن مر بوضع صعب الشرك في جهاد قاعد تأجج الصراع فيه الشرك الآن قاعد تأجج فيه الصراع بشكل كبير كبير ما يعلم به إلا الله كويس وماشي على إنه يكون دارفور أخرى ماشي على إنه يكون دارفور أخرى شباب فيناس بيقولوا الصوت بيقطع الصوت بيقطع يا جماعة الصوت بيقطع فيناس بيقول ليه الصوت بشير إبراهيم محمد بيقول الفيديو فيه تقطع الصوت كيف يا أخواننا الصوت كيف لو بيقطع نعمل لايف جديد بس لو بيقطع نعمل لايف جديد ياريت الصوت كيف ياريت الناس تورينا طيب في شرق السودان حصل المشكلة في غرب السودان في دارفور حصل المشكلة في وسط السودان برضو في تأجيج للصراع يا جماعة أسمع الكلام ده كويس أسمع الكلام ده أحسن مما نقعد بعدين نتبكى في وقت مرة يبنتية يا أخوانا يجب مساواة الحقوق يجب إنها تكون موجودة يا جماعة السودان الآن ماشي على مرحلة التقسيم لو ما مسكنا نفسنا ما نكون ناس سطحين أي خبر لجيناه بس ما دارين يتعمق فيه ولا دارين نجرى تفاصيله بس منتظرين الناس يقولوا لينا لا خلاص علينا نحلل الأمور نحلل الأمور الطريقة الأستقبل بها الليلة دكتور حمدوك في كاودة جنوب كردوفان هي عبارة عن رسالة تحمل بوضوح في فحواها بأن تلك المنطقة تعد دولة قائمة بذاتها تعالوا للناس المهنين الناس في منطقة كاودة العسكريين الجيش الموجود هناك إنت جاي للجيش الهناك ده البشير ما قدر يدخل المنطقة ساكت كده أنت بتفتكر ما ماشى مليار مرة ويندحر ما قدر الدعم السريع ما قدر يخشها المنطقة دي ما فيزوا القدر يخشها نهائي ما فيزوا القدر كويس المنطقة دي ما لهي المنطقة دي أول حاجة جغرافية لعبة مع الناس الفية يعني أبناء المنطقة دائما أبناء المنطقة هم اللي يدافعوا أكتر في نفس الوقت المنطقة غير التضاريس والجغرافية والرباها ووهادة وكده أمسك فيها جوانب تانية يعني مثلا التأهيل بتاع العساكر في الحركة الشعبية كويس عساكر الحلو ديل في الحركة الشعبية التأهيل بتاعهم عالي جدا مطرف بيقول لي في نهر النيل ما في أي شيء في السودان كل ما فيه مطرف في السودان كل ما في حاجة السودان كله بيمر بالظلم معترفين بالكلام ده كويس لكن يعني مثلا منطقة حتة إنه البترول يمروك دي وناس يتسببوا في ضياره طبعا على كل المناطق اللي يمروك فيها البترول يعني نفسي زي منطقة غربي كردوفان دي يجيبوا بسرعة يجيبوا الناس اللي كانوا موجودين يجيبوا زي ناس عمر خلاص يجيبوا ناس عمر سليمان يجيبوا ناس عيسى بشري يمسكوهم يحاكموهم يسألوهم خلاص ديل كانوا في المنطقة دي ولخبته يلا دارين كده محاكمة عادلة اليوم الآن دارين يتبنوا القضية بتاع غربي كردوفان انتوا كيزان مالكم ومالا القضية حشاركم شنو كل ما حنرفض المسألة دي مالكم ومالا انتوا بددتوا الانسان الهناك انتوا بددتوا الانسان الهناك كويس؟ كمان بلا خجل كويس؟ زي ها سيجيك وزير من الكيزاني يقول لك انا داري حلال مشكلة قوم قوم خلاص؟ فيالله كمان من نفس الشكل فيا جماعة اسمعوا الكلام ده كويس والسودان ده شئنا أم أبينا الكلام ده الناس حتمشي وتجي ده لأحمد الضي قالوا كويس؟ بعدين اسمعوا الكلمة دي ونحفظه كويس السودان ده شئنا أم أبينا ماشي على مصالحة وطنية اذا ما حصلت مصالحة وطنية شعبية جامعة السودان حيتجسم حيضيع اسمعوا الكلام ده كويس الكيزان اللي بنقول عليهم يتحلوا لسا جاعدين يا هم بيظهروا لك زي ناس عمر سليمان ديل الكيزان اللي قلنا ما فيشين اللي قلنا سقطناهم عرباتهم شغالة بقى أمنهم شغال ولما انبيعاكس يعني حمدوك لو قال ليهم قرار ممكن يقولوا ليه والله ان احنا ما هل تعلموا انه لما حصلت المشكلة بتاعة الجنينة هل تعلموا قالوا لهيئة العمليات بتاعة الجهاز أمره حصل تمر الداخل الهيئة قالوا ما مارجين قالوا ليهم ليه قالوا مش قلتوا نحنا جهاز مخابرات عامة بس نجمع المعلومات بس يلا نحنا حنقعد ونجمع المعلومات ان شاء الله وخلاص ما بيضغطت عليك بيشتغل عليك شغل زي ده بسجيطوك بيو بيشتغل عليك شغل زي ده بخلي الشعبي هاجمك قبل كل كلام فالنقطة بتاعة جنوب كردوفان نقطة الحلو نقطة انه يستقبل حمدوق فعلا المفترض كان يكون في علم السودان موجود بجانب علم الحركة الشعبية لانه الزول ذاته هو قايد الحركة الشعبية الزول المستقبل ذاته الكومري سودان حق السودانيين زي ما قال عبد رحمه المهدي السودان للسودانيين السودان للسودانيين لكل زول عايش في السودان الآن نحن نقول سوداني خلاص ثقافة وهوى ووجدان وأرض خلاص وكله فلكم أن تتخيلوا الاستقبال اللي تم بالشكل وانا قلتها كم مرة خلاص اقلتها كم مرة الحلو ده يا جماعة من زمان دي وضعيته يا أخوان الحلو ابن مخلص من أبناء دكتور جونجرن دي مابيور واشتغل وعمل معه في الحركة الشعبية وكان من المقربين كومرد عبدالعزيز الحلو نسبة التأهيل العلمي بتاعه عالي جدا نسبة التأهيل العسكري والسياسي والثقافي كويس بتاعه عالي جدا جدا كويس عبدالعزيز الحلو بيطمح في أن يكون رئيس جمهورية ويا جماعة ده طموح مشروع لأي سياسي لأي رئيس حركة لأي عضو حركة لأي عضو حزب لأي زول ما محزب ده طموح طبيعي جدا قلته أنا قبل اليوم الرئيس الأمريكي دونالد مش دونالد يا أخمان ترام ديشنو ده ويليام منو ريغان الرئيس رونالد ريغان رونالد ريغان حكم أمريكا من 1981 ل 1989 جبعة ديو والكر بوش أبو جورجي بوش خلاص يعني ده كان معلغ رياضي الوقت داك كان معلغ رياضي وبعد داك مش علي أنه يكون فهي المسألة لكن ما أي معلغ رياضي ده يبقى رئيس طيب على أي دي حال فالوضع اللي جايد يحصل الآن الحلو عنده رؤيته أنه يبقى رئيس وهو ما من زمان يعني مدى السلحية لي وكثير من الناس ما كانوا الدكتور علي محمود حسين الله يرحمه كان عنده طموحين يبقى رئيس وده شي طبيعي جدا خلاص عادي لكن الإشكالية في إنه الدولة داخل دولة هل عبدالعزيز الحلو الآن بيعلن لنا انفصال السودان لما نأجي بالعلم بتاع الحركة الشعبية وحدها خلاص بدون تضمين علم السودان كويس بدون تضمين علم السودان نحن دي نقطة كان علينا نعرف الإجراءات الدقيقة اللي تعملت حتى استبعاد العسكريين المع حمدوك كويس ورفضهم لأي ممثل غير حمدوك واحد يعني انتهى كده الحاجة دي يا جماعة ما شاء أنا داير أقول يا جماعة الوطن ما بتحمل الآن إلا حل مشاكله بالقعاد الناس دي كلها تقعد في الوطن تفضله قلتشنا بشاي خلاص الناس دي كلها تقعد في الوطن وتحل مشكلة السودان أنا داير أعرف كده في رأيكم طريقة الاستقبال بتاع الدكتور عبدالله حمدوك ايمن لا لا والله طريقة دكتور عبدالله حمدوك استقباله من عبدالعزيز الحلو في رأي كتة المباشر هل كانت عادية ولا بتحمل ملامح انفصال جاوبنا في تعليق تحت هنا في التعليقات خلونا نعرف رأي بعض أنا بالنسبة لي متخوف من النقطة دي جدا كانت الإمارات في وقت من الأوقات حاولت انه يكون كوميلد عبدالعزيز الحلو قوة موازية للدعم السريع وانه زي ما الدعم بيخدم أجندتهم هنا تكون في قوة يعني مناو أليو او قوة موازية بنفس الحجم خطوة الحلو يمتلك أكتر من ستين ألف وفي تقرير أممي سبعين ألف جندي دي معلومة مهمة جدا كويس الآن هو بتعامل في منطقته كويس طيب إذا كان الحلو تعامل بالشكل تعالوا نقرأ أبعاد أبعاد المسألة دي إذا الحلو تعامل الليلة بالشكل معناها بكرة بتاع دارفور ونس دارفور عبدالواحد يقول انفصال معناها بكرة الشرك هناك يقول انفصال معناها الشمال بيجاي يقول انفصال معناها الوسط شنو يا أخوان وطن الجدود نفديك بالأرواح طيب لكن المنطقة التهميش التاريخي الوقع فيها كويس برضها يعني كان ليها الدور كويس التهميش يعني عبدالعزيز الحلو والناس المعاه كأنه لسان حالهم بيقول انتو دقيتونا بالطيارات تاني دارينا ننسوي شمي كأنه لسان حالهم بيقول كده كأنه لسان حال المواطن الهينات بيقول أولادنا مالاقين مدارس إقرو فيها وقاعدين خلاص شايف كم نفر بيقول لي فعلا يعني زي هنا الاستغبال لدكتور عبدالله حمدوك بيحمل ملانح فعلا من الانفصال أنا دايري شوف هل دا تحليلي براي ولا تحليل ناس برضو بنفس الشكل كويس كتير من الناس هنا في التعليقات شايفهم بيقولوا فعلا يعني بيقولوا انفصال كويس الكلام دا بيفتح صغرات للانفصال ويا جماعة شوفوا هنا نحن ما دايرين اي انفصال ما في ولا شبر شبر كده من السودان تاني انفصل ما في البتة كويس ما في شبر من السودان في اي اتجاه من اتجاهات السودان ما في انفصال نحن ما دايرين انفصال لكن دا داير مننا تحليل وداير مننا الجراية للوضع وداير مننا نشوف الحكاية دا تتحلى كيف كويس أي زول فينا لازم يشوف أن الحكاية دي الغرض مننا التحالف الإقليمي حولك في المنطقة بشير لأنه في حاجة في مشكلة عشان كده أنا بقول يا أخوان الناس تجتهد نتعب عقولنا شوية بالتحليل كويس نتعب عقولنا شوية بالتحليل أنا أهم حاجة الخبر لما أجرأه تاني أجرأه بتعمق فيه شوية بحاول أفكر فيه ليه لأنه بشوف أنه إنت ما ضروري تفكيرك كله صحيح ما ضروري لكن هنا ضروري أنك تعلم نفسك تحليل الأحداث من خلال الواقع من خلال المعطيات من كل المناطق كويس الله يحييك أستاذ حسن علي من العراق لك التحية وإن شاء الله منصور الشعب بإذن الله وكل تعاطفنا معكم وكامل تضامننا والتحية للعراق ولكل الدول العربية ولكل الأشقاء الأفارقة في القارة ولكل الناس تحيات الله يفدى بشاهدوه ناس داخل يا جماعة وخارج السودان فالآن الشغلانية ماشية على انفصال نحن نقول لا للانفصال نقول لا للانفصال طيب نجي لنقطة مهمة جدا نجي لنقطة أي أصوال دائرة سألوا سؤال دائرة الناس كذلك تجاوب كذلك الليلة عبد الرحيم محمد حسين لو سمع إنه عبد العزيز الحلو استقبل دكتور عبد الله حمدوك في كاودة ردوا بكون شنية يا جماعة كذانا دائرة أي زول يقول رأيه أي زول يقول رأيه كويس؟ في رأيكم عبد الرحيم مع عبد حسين حيقول شنو؟ كويس؟ اتخيلوا بس الصباح الشيحة زيديو قام قطعان بيقوم بيتكلم ما بعرفو ما له هون يقول رأيه زيديو بقوم بيعطوم بيسمعوا جوطة كده صوت عواصف و رعدية ماطرة كاس فة كده العلماء كلهم بيتمعوا ما بطيقوا السبب واضح لإخراج هذه الأصوات الغريبة جدا يعني حتى بيستشير وبيضربوا لماوكيلي في السورية بتاعه ماوكيلي لقيت باقيرا جبل nadie آه يا ما ها الأصوات الماء فهمنا يعيش في المناطق الخلوية تماما في الغابة خلاص ورّينا الحاصل cute كويس؟ ففي رأيكم بيكون قال شنو يا جماعة كويس؟ اتفضلوا معي شاي يا جماعة اتفضلوا معي شاي اها بكون قال شنو لا حلو لاغوة إلا بالله كويس؟ قال بيجيوها يا عبطن انا حسنتها شوية يا أستاذ يعفر طيب حبيبه بقول دي حالة دي ايوا منطقي طيب البقية كويس؟ ده عبد الرحيم محمد حسين فعلا انا متأكد انه عبد الرحيم محمد حسين بكون صحة من صباح الرحمن في واحد كده كتاب لي تعليق وينو قال لي بيشيل الطشط دقيقة كدير وينوينو قال قال بيشيل الطشطو بيخبت الناس القدام كلهم دقع ماغ البحر كويس؟ انا احنا وجهنا رسالة كاعلاميين ومواطنين لإدارة المعتقلات بإنو يحسنوا الرعاية قالين بدا لو بدوك جد جد امسكوه اليناس الذي قل كتاب لي وماغبت الناس اليناس من انه يحاكم لم تكن ينار انهم يحاكم ليس بحاجة الهراء بالنسبة لي ما هذا هو انه يضبطشت ان يرى أن يدعون الهراء لقد قلت لهم لما نحن نستطيع ماذا يدورنا يتعلمون الناس يكون له الهراء يكون له الضوء يكون له الهراء اعتبارا من الليلة إدارة المعتقلات تسمع هذا الكلام جيد هو الناس ميسرة و الناس عبدالباقي و الناس في موقف شندي وهو الحقنة أنا لا أعرف أن أعوذي الآن ولا أعوذي بالله منك كم وتسعين مرة خلاص لما تشبه الناس رأيت الحقنة جيد هذا الناس يحسنوا التعامل دعوه تشيلوا التشاطة منهم ثانيا نسمعنا عبدالرعيم محمد حسين وقسم بالله إذا قوه بنسير موكب وقسم بالله من سير موكب نجيكم جوه كوبر مرة جديد نشيلكم ونجدعكم انتوا جوه المعتقل دعوه لعب وفوضى جيد أمسكنا عبدالرعيم يتدارين تجيبهم لنا مدشدشين هنا ليس لن يقول لنا عيان وما يتعالج أولا هذا كلام من الآن جيد من الآن واحد قال إنه عبدالرعيم محمد حسين يقول الطيارة لما دخلت كاودا كانت طافية الأنوار هذا عبدالرعيم يقول كذا عبدالرعيم يقول كذا عبدالرعيم يا أخي شخصية غريبة فنحن دارين نعرف الليلة البشير لو هو داخل كوبر سمعي بالكلامنا برضو بكون ردة فعل وشنو يا جماعة خلاص قطاشي طايز غسل بيو تسلم يا مبارك لكن اللي شنو اللي شنو دارين نعرف اللي شنو بيعطوا الموضوع طبعا يا أخوانا في ناس جوه الساعة نحنا كنا بنتكلم عن موضوع زيارة دكتور عبدالله حمدوك لجنوب كردوفال لكاودا هناك طيب لكن بيقول محمد ودعيسة لا أعتقد ذلك نية للانفصال لكن للأسف كل الحركات الكفاحة المسلحة تعتقد بأن أي منطقة تحت سيطرتها أراضي محررة وترفع فيها شعار وإعلام الحركة ليؤكد ويثبت لمنسوبية والمواطنين بتلك المنطقة بقدرتها لتحرير السودان كويس أجمع ومن خلال ذلك يتلقى الدعم والسند اللازم لتحقيق أهدافه في هذه الحركات تسلم يا أساس حمد ودعيسة تحليلك منطق جدا جدا كويس منطق شديد خالص خالص قال الليمبي قال السنة الجاية لو ربنا أحيانا الصلاف كاودة والله يا أستاذ البدئي أنا بتذكر عبد الرحيم محمد حسين ده ده الحافظ اسمه متردد معتغلات ضدية تسلم يا معتزف والله تقول شنو والله حفظناه ملبتة أنا بتذكر عبد الرحيم حسين كان في عرض عسكري بتذكر كان شغال فجابه عبد الرحيم قال بيتكلم قال له السيد عبد الرحيم ماذا تقول قال لهم والله هذه الطائرات وهذا العرض العسكري ليذهب إلى إخواننا ويكون سندا ودعما لإخواننا في فلسطين يا أخي خوخة يا أخي يقول الخوخة دي شنو بالمناسبة خلاص هي ودنبو وحاجات كده ما عرفنا خلاص خلاص عليتي حال فقال الكلام هذا الوقت نحن مضروبين أقول لك أين شفت منطقة اسمه لا والله العفو يا أستاذي أخي عبد الرحيم أحمد حزين دخلت الشهيد خليل تذكروا دخلت الشهيد خليل اليوم ذاك كثير مننا الناس في الخرطون عرفوا رب العالمين ثم المصحف وخليل لو تذكر يعني كويس فأنا أتذكرها يعني كاننا بالأمس والله أتذكرها كنت ساكن شلاكبانة وتضرب فرصينا فأتذكر في واحد الوقت داك المريخ ذات وكان عنده معسكر في المهندسين أتذكر فكانوا ناس على الزهرة وسعد عطية أكتر اتنين سبتوا جدا لأنهم جايبين من العراق ذات وهناك الموت والقتل على أي حال عبد الرحيم لما نالغوات دخلت كويس أولا طبعا عبد الرحيم أيما اليوم بتردوا من اجتمع رئاسة الأركان أسمع الكلام هو مش وزير دفاع الهوان هو مش وزير دفاع زي ما قال الحمد الحسن ابن عفلي قال الجيش بدور الوزير مكرب مو مرخر أخني يجب مع المصدار الله حرار أسمعه والله مريح على مستوى المخل عصاب وبعض العضلات فشنو يلا عبد الرحيم مع بعض الناس لما ندخل كويس لما ندخل الهناي كان عنده رأي فقاعد الأركان يجتمعوا غايد الغواطة البرية يقول نحنا إننا غوة المفترض نحركة بالاتجاه الفلاني في فرقة تطلع بهناك نشوف غايد الغواطة المحمولة يجوهم بيقول الطيارات اللي عندنا المفترض تعمل طلعات وتمشيط ويجي خايد الاستطلاع بيقول معلوماتنا بتقول الطيارات دي كزا العربات دي كزا الشينو ما عارف ليه كزا عبد الرحيم محمد حسين ما بخليهم ينتهوا من كلامه هم بيتكلم وزيادة لا نشينا الغوال هناك نجدع لهم هنا نجدع لهم تقول ورقة خلاص نشينا الغوال هناك نلاقيهم بها الناس بيقول يا أخي يا أخي خلاص ثاني بعد شوية بقول حاجة شيروا هو دائما كلامه مشاتر دائما وابدا كلامه مشاتر كويس فتحب لك الناس صعب شديد جدا ذو المشاتر هو في أي حاجة زي عباس مدني شوفت عباس مدني باس ياهو دا فشنو يعني زول ما منه فايدة البتة فبالتالي قال لك هذا الرجل لما نلغو النهائة قالوا ليه اسمه شنو قالوا ليه السيدة الوزيرة عليك الله أطلع بره طبعا بس أنا خايف النحي وديه يكون كوز لكن الزول قال لي أطلع بره دا كالترخير في النقطة دي عبد الرحيم قال لهم خلاص قوموا كسروا الكبريين الجديد القديم عشان ما يلحقوا الخرطوم هنا وميجون لا إله إلا الله الانبي يا ولدي الانبي الرئيس عمر البشير التبتع تغيير منه عبد الرحيم عمد حسين جاء لنا حل هندسي وعسكري وسياسي خلاص دخلت الشهيد خليل قال كسروا الكبريين الجديد القديم أجل ما يخش الخرطوم يا السلام يا السلام عليك قلت لكم مشطه سليمان قال توتي نقطع عم تاني توتي نقطع عم تاني تشت شفت الجايم تنكروها على عبد الرحيم محمد حسين كويس كذلك أيضا فهذا هو بيجا بقول بظه ولا يقول له ضحول له كده فدي بلد رئيس البشير يلا شفت البشير وعبد الرحيم مرة في موغف حصل لعوض أحمد الجاز في ولاية غربي كردوفان في منطقة البترول وما البترول أحكي لكم الموغف ده لكن قبل ما أحكي وماذا يرزو لتحكيه شباب كويس والكلام ده ذاته يعني نحن يكون بيننا عهد والكلام ده خلوه بيناتنا كويس خلوه بيناتنا عليكم الله مفزول يطلع علينا بر الله يفدأ عليكم الله كويس بيناتنا كده حتى ما نبقى زي المدني عباس عليكم الله فيلا اي بس يلا عشان نقوله لايك شير للفيديو اللايك ده أسفل الفيديو على يدك اليمين بعدين اللي بتقول لي أشرب باليمين إنت أسا ده شفت كله ده كله شفت أسا في الفيديو طيب دي اليمين دي اليمين اللايف ده مراية معاكسة زي عربيتك الإسعاف مش بيكتبوها لك إسعاف مجلوبة عشان بالمراية تي عديل يلا كذلك اللايف ده ملخبة أي تلفون كويس لما تعمل اللايف ياهو بيظهر لك كده اليمين الشمال والشمال اليمين دي الشمالة سادي اليمين لا حولا طيب كويس لأجيلك التهية برضو لأنه لو كنت شارب بالشمال كويس لتنبيه نحكي لكم الجسة لايك شير اللايك ده أسفل الفيديو عين على يدك اليمين ياهود عين معي مشكلة لك مجدت عين ياهود خلاص والشير أسفل الفيديو على يدك الياسار زائد ملصغات يلا بسرعة نحكي موقف عوض الجاز والله يجريب لي موقف الليم به اتفضلوا شاي طيب يا خدت فكاهي لا والله العفو والله كويس للمسكين عوض الجاز جاءنا في جاء مشا منطقة غربية كردوفان وهو كان وزير الطاقة والتعدين والبترول المرك في المناطق بشيلوه ناس الحكومة بيأكلوه على مستوى البطون ورفض البطة أن يدو إنسان المواطن أي عملية بتاعت تنمية كويس البطة فقاموا جمع القوم قالوا جاينا رجل من عطاولة الإنقاذ الرجل المؤكل ومزاد طيب الزول ده عشان نحسم الملف ده معه دايما بيقول لك الغايد بيجيب ناس بضحي بهم قاموا نظار القبيلة والشيوخ وغادة العساكر الهناك واشنو اتفقوا على حايا كويس قالوا يا فلان تعالي تكلم الكلام الأول دزول مسكين بيذكر بآيات الله تبارك وتعالى بيذكر بالدار الآخرة بيذكر أن الناس تعيش في وقام وطوزاته بيتكلموا بيبكي وكان قال لك السلام عليكم بيبكي فيه انتا فجابوا الزول الثاني بتكلم لكن بنهير شوية ما كثير الزول الثالث دقال ليه واخرب الجلسة دي البتة أخرب البتة جابوا ليك والله جابوا ليك الزول كرتشكت جاب أها حصل شنو يا شاب قال الزول اللول يتكلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تكلم كلام براحة كويس الزول الثاني يتكلم كلام براحة وبمهير شوية هم أربع عفوا الزول الثالث بيجا يتكلم وقال المنطقة جاهزة للتمرد بعد ده على الإنقاذ وبقول لي عوض الجهز إذا ما داير تطلع جروش البترول اللي هنا ناص المنطقة دي لي يزول فيهم بيكتلك شكرا ومشاه هنا عوض الجهز تمنى أن تميد به الأرض هنا عوض الجهز الحتة الواطة بيجا تليه عشر أو أربعين واطة كويس والكرسي بيجاليه عبارة عن شنو أقول ليك فبيجا الرجل جاهز ما عارف السلام الزول الأخير يتكلم قال علوك والله جماعة تحنا قاعدين في بلدنا دي البترول بمرق من هنا من هنا وبشيل الزول ويتششيننا وعائل عوض الجهز بشيلة معقولة ما يجيب لنا قروجنا قلت الحكومة هنا طيب شيفوا من هنا أنا أقول لكم المتحدث قبل شوية لا يمثلني مش قال عوض الجهز بتلقى الزول بيكتلت من المدينة هنا إذا ما رجعت لهم قروجهم الزول ما بمثلني أنا بقول ده مكلام انت كانت تقوله عوض الجهز الهوان ما بقتل يجي أمرك سكين وهو يتكلم يا سلام يا أخي عوض الجهز ده يا أخي يعني مسألة يعني يقول راوي أوثق الأخبار ما حدث في جحيمها من دار يعني عوض الجهز تمنى لو أن الله سبحانه وتعالى لم يخلق البترول ولم يخلق السنوسي الذي يفكر فيه البشيري ولم يخلق التراب عشان يجدد ليهم الحركة الإسلامية في السودان وتمنى لو أنه كان هو موافزاته في الدنيا خلاص فده كلام ده كلام غريب جدا كويس قبل اليوم أحمد هارون ماشى هناك أحمد هارون ماشى المنطقة وبتكلم قال ليهم أنا أحمد هارون المطلوب لدى المحكمة الجنائية وما في زول بعد ذا بيمسكني أنا ما قاعد أخاف إلا من الله إن ضبطوا أخير ليكم وهما صحاب حق جواحد مسك المائك قال أحمد هارون بتخوفنا يعني بتقول لينا أنا ما بخاف إلا من الله أهان إحنا من الله ذاتها ما بنخاف في واحد قال الله أكبر شفت قال الله أكبر ده حكمه 43 سنة هسا نعطي ده زيل بيقول لك مدني ساي وما عارف حاجة هسا نعطي مالك السيئة من وين هسا هسا هزول ده قال شفت قال يا أهان إنتا قلت أن إحنا ما بنخاف إلا من الله كويس أن إحنا من الله ما بنخاف إنتا بتقول الله أكبر مالك كويس لكي تعرف الناس اللي كانوا يقولوا الله أكبر ده المعارف إنه حاجة في إمتازة لكي تعرف ساي بيجوته كويس فكلام كثير جدا يعني كلام كثير الآن منطقة غربك ردوفان إذا متلاحقت يا جماعة الموضوع ده ماشي على خطورة كبيرة جدا البلد ماشي على صراع وعلى تكسيم وتاني أرجع أقول خلاص تاني أرجع أقول زيارة دكتور عبدالله حمدوك خلاص زيارة دكتور عبدالله حمدوك الليلة لجنوب كردوفان أكدت تمام التأكيد كويس أكدت تمام التأكيد بإنه الحلو الآن هو رئيس لدولة وليس واليا وليس وليس بقول السبب بقطع الصوت بقطع يا أستاذ يا أخوان الصوت بقطع يا جماعة ده كل من عوض الجاز وعبدالرحيم محمد حسين الصوت بقطع يا أخوان لو الصوت بقطع يا ريت لايك شير كويس الصوت بقطع لايك شير يا شباب ساعدونا عشان الله يفضل مايقطع كويس وبيقول الدولار عامل والله ماعيندي خبر يا عبو صابر يا ريت باقي الشباب يردوا في التعليقات عليه بيسألكم بيقول لكم سعر الدولار هو سألني أنا لكن حولت لكم لأنه معين دي المعلومة فما ده رفتي في حاجة ساكت فالآن ده الوضع الحاصل في السودان كويس وزي مدني عباس مدني ما بشي لهم السودان ولا بكون همه انه البلد تمشي لجدام بغدر ما انه همه يفتح لحزبه الشركات والمصانع والمؤسسات وكده خلاص اشان يقدروا يتحركوا يشوفوا يفعلوا يتركوا فما بكون همه فعل وطني ولا بيشتغل لوطن اسمع الكلام ده كويس نحن دوما بنقعد نطبل للناس وبنقعد نقول ونقعد وفي النهاية نلقى نفسنا ارتكبنا اكبر خدعة او دخلنا في اكبر خدعة وقعدين نغش نفسنا وبنبحث عن الزولة اللي بغشة انا اسمعوا الكلام ده كويس بنبحث كويس الآن الكلام ده ابعاده السياسية والاقليمية والدولية خطيرة بيقول لك 85 جنيه يا شاب السائل عن الدولار واحد اسمه مليجي محمد مليجي بيقول لك عامل 85 طيب الكلام كتير يا اخوانا برضو يا جماعة عندو استفسار ممكن نرد بالنسبة للكيزان يا اخوانا زي ما قلنا مبارح يا جماعة قفل ازاعة القرآن الكريم انا ما بشوف انه فيه قصد للدين خلاص هدو الكيزان عندو دين عشان اساسني يعني يقصد فيهم تأدي نقطة حيث تتنه ازاعة القرآن الكريم ما اعتقد انها القصد منها عند زول بيقول لك 88 ونص خلاص ما اعتقد انه القصد من الكلامنا الدين ولا كده الازاعة دي تقفلت لانه فيها غسيل اموال لانه الكيزان شغالين فيها شغل غزير جدا جدا كويس شغالين فيها شغل بتاع لخبطة كويس الازاعات دي كلها عبارة عن كانت كيزان عبارة عن مؤتمر وطني بشكل كبير الازاعات دي كلها كان القصد منها يعني زي ازاعة ساهور زي قناة الكوس ازاعة الكوثر 92 الهناي كلها كانت غسيل اموال كلها كان الكيزان بيستغلوها كمطية كويس مدني كويس يعني كقضية معروفة جدا او كمطية كانوا بيعملوها دايما فقصة انه الكيزان يحاولوا يحركوا الوازع الديني دي مشكلة خلاص في الناس يعني قصة انه الوازع الديني لانه الناس برضه عارفة الدين بتاعها كويس الدين بالنسبة للشيوعين كحاكمين البلد الآن اكتر ناس هم الآن في اللحظة حاكمين كويس بنقول وقفوا ناسكم المضطرفين الشديد يعني في افكارهم يعني في نوع لو خلوهم استعيد اتخذ غرارات غريبة جدا فوقفوها لانه برضه في استفزاز لكتير من الناس كويس في استفزاز برضه لكتير من الناس اه نحنا ما دارين ننحاز لطرف من الاطراف نحنا دارين ننحاز للبلد دارين ننحاز للوطن كويس اه الحريق الحصل الليلة في البنك بتاع النيل الأزرق اه هو عبارة عن يعني مواصلة لما حدث في حتات كتيرة جدا جدا جام فيها الحريق من مصانع اه كويس من شنو من يعني كلام كتير جدا ده الحاصل فالشغلانية دي ماشا يا جماعة الشغلانية دي ماشا اه الناس اللي حتسأل اللي بتسألني تحت بتقول لي عبدالواحد محمد نور يجمع عبدالوحد ما جاء عبدالوحد ما جاء الكلام عن انه جاء يناير فبراير وشانوه مماما ازول لما حيجي السودان الا بعد فترة وبيجي برؤية محددة خلاص الكلام اللي بيقوله اسي داشي وانه يجي داشي تاني كويس هو رجل مناضر رجل افاتار رجل 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 فنحن نتوقع الفترة الجاية كويس هنا قال مشروع الجزيرة ايش فانتين من المرضى العليه والله استاذ ابو صابر مشروع الجزيرة لما تكون في حكومة رشيدة ما زي مدني عباس لما تكون في حكومة رشيدة لما تكون في دولة قوية لما نحن كمواطنين الوعي بتاعنا ارتفع لما نبتعد عن الهوس لما نبتعد عن الفوضى سواء كان هوس سياسي أو هوس ديني أو هوس مجتمعي خلاص عشان السودان لما في لحمة واحدة لازم يكون أدوات المشهد السياسي الآن تمضي بصورة صحيحة لا بد تكون الروافع السياسية المجتمعية محلية بأخلاق مشبعة بأصول موجودة في الأعراف عشان تكون البلد تمشي لقدام الرؤية العلمية الممنهجة تجاه مشروع الجزيرة يجب أنه نتعامل يعني كان المتعافي لما نجاب المبيد وضر الهناي كان ده المسمار الأخير قبلها الحكومة عملت مليون حيش أن تدمره فحمد الحسن بن عوف والله يديه العافية شاعر السورة يا أخي المجيد خلاص ححمد الحسن بن عوف فالكان أفاتهر بتكلم وقت ما في زول قادر يتكلم البتة ما من أدعياء النضال العريفة يوم 6 أبريل لا أبدا وقد بيحبس وبيعتغل 7 أشهر في السودان حمد الحسن بن عوف قال شنو في القصيدة قال ليه شنو والمبيد الفاسد المتعافي يا ريس عناها وقاصد قويس المتعافي يا ريس عناها وقاصد قال لي عمر البشير إنه الزول ده قفل قاصد دمر مشروع الجزيرة ده قاصد فعلا الإنقاص كانت وعمر البشير كان رجل حسود كان رجل حقود خلاصوا حكومته اشتغلوا على إنه يدمروا السودان بخير والله يا أستاذيمن مصعب بخير اللي بيسأل عنه كويس والله العظيم وكتابه الكريم يعني كل كلام فالآن السودان نحن دارين نمره من كل المشاكل لكن ما حنقدر نرجع مشروع الجزيرة ولا حنقدر نرجع المشاريع الزراعية ما لم تتوقف آلة الحرب يا جماعة ما لم تتوقف آلة الحرب لو ما وقفت الحرب لو ما وقفت دمار خلاص لو ما وقف لأنه في جزء من قوة الحرية والتغيير بيقول لحمدوك برضو يمشي للحلو عشان يضربيه الجبهة السورية عشان يعطي عملية السلام أنا ما قلت لك اللحزاب ما داير السلام كويس ما دايره حديل موظفة واضح وجدي صالح وإبراهيم الشيخ ومنه دا صرح حديل تصريحاتهم كلهم معاكسة للسلام أبوا يعترفوا باتفاقية بالخطوط العملين للسلام ولو خلوهمهم ما حيجيبوا سلامه اسمعوا الكلام ليه يوم القيامة ما حيجيبوا سلامه نفسي مشكلة السودان من زمان فنحن دارين الرؤية تكون رؤية قومية البلد فيها مشاريع معطلة فيها مصانع مقفلة البلد عشان ترجع دايرة إرادة ودايرة قوة ودايرة 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 فالكلام يا جماعة كتير في النقطة دي الناس اللي بيسألو خلاص اللي بيسألو ني بيقول لك رؤية مشروع الجزيرة بيقول لك بعدين داير وقفة خاريية مش استعمار مش استعمار فيصل للحاج بيقول لك موالد أنا مولوث 17.4.1990 كشك طيب بيقول ذكرت رجلا ليه وجرهايد محمد الحسن من عوف تسلم يا حمد بابكر لا نحن ما بننسى ناسنا اللي كانوا عاني من زمان ما بننساهم والله كويس الناس اللي كانوا عاني في الشارع الناس اللي كانوا يقولوا كلمة الحق وكي ما في زل قادر يقوله والله ما بننساهم أبدا كويس تسلم تسلم كتير يا أستاذ أحمد عبدالله كويس بيقول أحمد الضي عليك اللي أيد قصة عبدالرحيم تسلم أمستشوق يا تقصة فيهم أنا ذكرت كم قصة هل تفتكر أن الحكومة هذه لديها رؤية واضحة على الاقتصاد في السودان والله ما واضح كده لأنه حمدوك بعد أكتر من شهرين قال ما اندي خطة الغاية لان دا حمدوك دا ما أنا خلاص في نفس الوقت يعني الردة قال لأنه ما جاء بولي وللآن ما في كلام عن الميزانية ما ورون الميزانية بتاعت البلد ولا ورون تفاصيلها ولا ورون القوائم بتاعتها ولا 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 ما في خطة اقتصادية واضحة الملامح ولا في مشروع سياسي متتمعي وطني عشان يحل كل مشاكل السودان الآن السودان الآن عبارة عن شركاء متشاكسون عندنا قيم سمحاء عندنا قيم مشبعة موجودة من زمان موروثة ومكتسبة لكن كمان في نفس الوقت ما يحصل أن إحنا دائرين البلد تمشي لجدام تعبر لبر الأمان إذن بتحتاج لمشروع قومي وسياسي المشروع القومي السياسي ممكن يكون مشروع شبابي مستقل المشروع اللي ممكن يكون سياسي يعني ممكن يكون من أحزاب ممكن يكون لكن قدر ما بيجى من المواطن الغير منظم كل ما كان أحسن خلاص كل ما كان أحسن لأن الأحزاب دوما ما بطرح للمشكلة بطرح إنها تقعد وتخرب الموضوع يعني تدخل هي وتأخر كويس طيب يوضي عليك الله أي قصيدة لمحمد الحسن بن عوف والله أنا ما حافظ قصيد يعني أنا أنا عاجبني يعني مصدار الأحرار بتاعه 2014 يعني أنا كنت بسمع في القصيدة وبنوت معها 26 مرة فيهمتها فيعني من قال للبشير وحاته اسم الله يا عوة جنبيجم كفيها أم تريسك والله أم سفيها ولما قال له إذ ذاتك تغيت وزدت في استكبارك بقينا بنكره السيرة تجيب أخبارك بعد ما رويت من الدم ومليت عبارك بقيت تكسر حدود الله وتمشي قرارك خلاص في القصيدة دي بذكر قال إن رصاصة غنى وزغرد البنبان نحن نموت في داه ويسلم السودان كويس في القصيدة دي قال يا نافع المضر وقت انقلعت تقرب خلاص قال ليه حكمت المولى عندك يا وزير الصحة الزيتون تقعد وبنعوف تتزحى يا أخي أخجل سيلة استحاية ودم يسفيت جريشاتنا وقردتها خم كويس وطبعا يا جماعة كتير من الناس سمعوا لما قال في مامون حميدة قال ليه عليك المولى يا الليلة اللينا دهم كيلو الكبدة والكلة والغلاد بكم كتير من الناس يفتكروا إنه هو بيقصد اللحمة في السوق علاقة شنوب يا مامون حميدة زول دكتور وزير صحة ما هنا يعني لكن لأنه في اتهامات من منظمات حقوقية في الأمم المتحدة وأفريقية بتتحدث عن أنه مامون حميدة من تجار الأعضاء البشرية على أنه مامون حميدة اللي بيقول للشعب السوداني اللي بيقول له أكل الضفاضع وهو ذاته أكبر تاجر أعضاء يقال أنه الثاني أخطر تاجر أعضاء في أفريقيا ويقال أول زول في القائمة طيب خبر جوش والله ما عندنا إلم لكن حسب معلومتنا لا فريق أنه يوم 14 جاي كويس يوم 14 جاي وأنا لا أستبعد أنه صلاح جوش سيطلع في مؤتمر صحفي أنا لا أستبعد في مؤولا الواحة يطلع لك مؤتمر صحفي في توتي يطلع لك مؤتمر صحفي الفتحاب يطلع لك مؤتمر صحفي في ليلتون عادي ما بس سبعد شي ما بس قلبي خلينا أستبعد شنو كونه أشوف صلاح جوش في التلفزيون السودان ولا في حتى قاعد وحقيقة أنه أعتقد وهذه المسألة كده ما بس سبعد أي جماعة استبعد كيف الله ما يجعل له أقوله فكر به هو عبدالغفار الشريف الكتل وطقع للناس ياهو أصغطوا منه الجرائم ولاف في ذاك ياهو حر حر خلاص لاف في ذاك ياهو تقول لي بتعمل صلاح جوش حاجة هو ياهو دي للناس اللي كانوا بيقتلوا في كيام المظاهرات أنت مقدر تجيب حقك منهم خلاص ما يجوك الحزاب يقضبوا لك ساكت يرسلوا لك جدادهم ده في اللايفات ويقعدوا يقولوا للناس أن إحنا وقوش كان جاب ينقبضوا كده والله العظيم وكتاب الكريم كان جاكم ماشي برا وما تقبضوا اسمعوا لكلامنا داك ياهو أحمل التي مشو أقبضو داك ياهو الآن قول للحزاب داك ياهو أحمل التي قاعد يمشوا أقبضو داك ياهو تعالوا قولوا لهم قصة قضية تفضل الاعتصام ألزموا بالرجالة يمشي المحكمة يمشي شهد وبرهان يمشي شهد وكباش يمشي شهد والعطة يمشي شهد ألزموا يمشي شهد الله ما شافوه بالعين الله شافوه بالعقل خلاص في المعطيات القدامنا بتشير لأنه صلاح قوش هيجي السودان آمنا مطمئننا البتت بدون ما زول يسأله أو بدون ما زول يتكلم معه وإذا كان صلاح قوش كان من يوم 6 أبريل من يوم 11 أبريل كان لكن يا جماعة إذا كانوا صلاح قوش بيتمع بغادة الحرية والتغيير خلاص سنجيب لكم برهان وبقول لكم ويمشوا بجيبوا لك صور برهان معهم في الغيادة وكده يا جماعة عليكم المشكلة يا جماعة في خيوط الناس إلا تاخد زمن والله أنا اكتشفت دي سايكولوجياتنا نحن في السودان الحاجة لما الكفاس يقع في الرأس ويشق الرأس حتى نبدأ مفتش نقول لا حول ياريت لو كان ما ياريت ما بيقدروا أسمع الكلام هذا السوار لو خلوهم كان حاكم صلاح قوش السوار لو خلوهم كان حاكم محمد عطا السوار لو خلوهم كان حاكم حمدتي لكن الأحزاب ما بتخليهم عارض عارض أكبر عارض قاعدين يتدخلوا بحولوا أسا شوف ملكة كم موكب لدماء الشهداء ملكة كم موكب لمحاسبة القتلة ملكة كم موكب للمجرمين شوفوك ملكة كم الأحزاب ما جاءت فشلت الموضوع في النهاية كل مرة بتعمل كده جاءت فشلت لجانة المقاومة زادة دائرة فشيلة بدت تفرتيجة وتجيب لها لجان موازية وشغل بتاع أحزاب صرف خلاص فيقوانا ما نتغش بحتة إنه صلاحكوش حييجي وحيتكبط وبكده نسمع الكلام ده كويس نسمع الكلام ده ديلا يا هم نحنا السا الناس متهمين منه بفضل الاعتصام متهم منه متهم حميتي بغواته متهم كباشي في مجلسه والعطة وديلا الأسماء الجدام لدي مشكدة ديلا المتهمين طلع ياسر العطة في التلفزيون قال القوى الحرية والتغيير وقعت على فضل اعتصام الحرية والتغيير ما طلعت بيان نفة الكلام ده إلا أن خايفة فيه يطلع هو يقول لا لا ما عندكم رئيس الحزب الفلاني وقع وما عندكم فلان وقع وتطلع حاجات تبقى منظرهم قدر ده جدام الشعبي بعدين كويس اسمع الكلام ده كويس يا هود الناس المتهمين ما في صحيح ما شكوضهم البدي قواتي ما تتكبط الحكاية قال لي من نهاية البشير للليلة ما مطمئن لها والله يا معاوية الناس انخدعت في حاجات كتيرة وانغشت والأحزاب لقيت فرصة لانها ما مقبولة لدى الشعب نهائيا كويس الآن لما جاءت الثورة نطفية قيادات الحرية والتغيير ما في زلبي يريفهم قبل الثورة إلا كوادر الأحزاب فقط كويس الآن كوادر الحرية والتغيير عليهم اسألوا نفسهم سؤال كفاية غش للشعب انتو لو دارين تقبضوا صلاح غوش جد جد داك ياهو الناس الوقعوا على فضل الاعتصام ومشوا اقبضهم وامشوا وقعوا على ان امشوا اقبضوا عبدالرحيم مش قالوا ليكم عبدالرحيم في تغرير البي بي سي وهو القالي فضل الاعتصام امشوا امسكوا عبدالرحيم اقبضوا كويس واقبض أي زلق التشاكي فيه ما بيقدر يقبض اسمعوا الكلام دا كويس دا كلام ساديسي مع انتريات لا تقتل زبابة اسمعوا الكلام دا مستهلك في العالم العربي اي غائد سياسي في الوطن العربي قاعد يخدع الشعب لانه بيعرف انه الشعب نسبة الوعية فيه ما عالية اتو قايلين انا بقول ليك ان الحرية التغيير ما خابط رب العالمين في الناس في شنو في انها وحة الناس بس اقيفوا وقولوا يعني السوار اللي كانوا مستقلين السوار اللي في الشارع اللي كانوا في الترس السوار حولتهم لمجرد مرددين للشعارات بس يرددوا خلاص يا كان دا جاك بوليس يرى فيه انت ولا تلقاوا انا ليه هواك بقول وانا وانا بس يعني ما خلت السوار اللي هسه بتتجيبهم والنشطاء اللي بتجيبهم كويس الكانو سوار بتحاول تفرغهم من المضمونة السورية تاخدتهم يرددوا الكلام فقط تخليهم يكونوا كولنجية ما عملت على تأهيل الشباب اللي في الشارع ما عملت على تأهيله عبر القاعات عبر الويرش خلاص عبر التوعية لذلك كانت فيه اخطاء قاتلة جدا كتير من الشباب وقع فيها وهو ما عارف يعني هالسح بقولوا نرحب يعني استاذ كامال كرار بقول انه نرحب بالشرطة الشعبية او ندعو الشباب للدخول الى الشرطة ليه يمشوا الشرطة ليه ليه وفروا لهم فرص عمل ليش نعمشوا يلي تودوا مع ساكر ليه اللي يشيلوا السلاح ويحموكم ليه ليه يا استاذ كامال ليه هالابنك قلت لهم مش خش الشرطة ولا باحس له عن فرصة في امريكا ليه ده سؤال يا جماعة نتكلموا بصراحة والحقيقة الحقه ابلج والباطل لجلج يا جماعة كويس الشباب الف الشارع ده كتير منهم حجبوا عنه الوعي خلوه مغيب وعوه ثوريا انه يهتف والكيزان ده الماء بيقعدوا والشنو وجنجويد رباطا وبس كده يحفظ لكن ما يقرر ما يقرر لأي سبب من الأسباب يمشي تابعي جرره من أضانه كده الأحزاب ولا قد ترخيره كده ولا ينبزوه خلاص ولا ينبزوه اسمع الكلام ده كويس الأحزاب ساعة لإنها تمكن ناسه ما ساعة لإنها تمكن للوطن أحمد الضي المسكين ده بيقول الحل في وجهة نظري المتواضعة الحل مصالحة شعبية بمحاكمة كل من قتل وأجرم تقديمه للمحاكمة العادلة غير الجائرة وإن الناس الموجودين على مستوى الأحزاب وعلى مستوى الهيئات والمنظمات والمستقلين كل الناس تقعد في الوطف بنابرة وتشرب شاي وقهوة وزي ما قال حمدتي وشرب مش حمدتي عبدالواحد مش عبدالواحد قال وشربنا قدو قدو كويس كمان كذلك الشعب يقعد يشرب قدو قدو خلاص والناس تكون قاعدة تحيل مشكلتها لكن وبالله لو ما حصلت مصالحة شعبية قومية وطنية بإرادة واعية والله البلد تخرج والكلام ده شغال عليه دوائر مخابراتي عالية المستوى الكلام ده ما شغال عليه أحمد الضي ولا شغال عليه محمد سيراج الرجل الراكز الأفاتار يا أخلي والتحية يا أخ الشهيد الحي خلاص كل لايفات فضل الاعتصام ده من صفحته خصوصا اللايف الأول واللايف الفيه مقطع الشهيد غصي ياري ربنا يتغبنوا مع الناس ده من لايف محمد سيراج ومحمد سيراج ده يا جماعة قال الاعتصام حيتفضل بعد شوية يا أخوان ننتبهوا مش كده مش قال الكلام ده بعد شوية الاعتصام اتفضل قالوا له التعريفته كيف كويس قال هو في اللايف إنه اتصل عليه ضابط اتكلمني يا أخوان الضابط اللي اتصل على حمد سيراج أسمع الكلام ده كويس الضابط اللي اتصل على حمد سيراج هو ضابط الرفيع ضابط بردبة ثلاثة نجمات ضابط معروف للشعب السوداني ضابط محبوب لدى الكل وهو اللي اتصل على محمد سيراج وقال ليه الاعتصام حيتفضل والعربات اتحركت والضابط ده ده ما اول موغف له الضابط كان افاتار وكان بحزر كتير من الثوار لو في حاجة كويس يعني ما جابه من رأسه حمد سيراج وطوالي ومتسخي الافكار خلاص متعفين الوعي بده طوالي يحاجمه فيه ويلقه فرصة عشان يأكلوا لحمه اقل الناس وعيا وفهما كويس محمد سيراج رجل راكز وافاتار ما بيقدر والله القاعدين يخونوا فيه ما قدموا واحد في المية من الرصاصة اللي كان بوايتش وعليك الله كده طيب فده الحاصل الآن البلد ماشي على الصراع الايدولوجي ده اللي موجود البلد داخله في مشاكل مخابرات دولية شغالة واي دولة بيقولوا انه منطقة الهبوط او الانخفاض يكسر عليها الضغط مشكلة يا جماعة يكسر عليها الضغط ضغط الرياح بيجي في المناطق المنخفضة دائما لذلك ضغط نحن ضغط كامة عربية اسلامية افريقية انحطت الاقدار الثقافية بتاعتنا فبالتالي اصبحنا منطقة منخفضة نستقبل كل الافكار الجاي من بره والموروصات والثقافات ونخلي ثقافاتنا نحن واعرافنا نحن وكده لانه بقينا امة ما منتجة بقينا امة ما منتجة العالم العربي مشكلة خمسة في المية ما منه ما يفايدة في الوطن العربي الا ما شز وندر بنسبة قلة من واحد في المية دي للمؤسرين القادرين اخدتوا قادرين يقدموا يا يماعة اسمو الضغط حي هوي ما صفوه يا صفوه يا سلوى خليه صفوك دي كان هناك انت هلعب هو لملعبة كويس ده ضابط خر خلاص ده ضابط خر ده ضابط بالدوشكة بتاعته الدقة لما انجوا اعتمدوا هجموا على المواطنين في الاعتصام ده ضابط ما في زل ما بعرفه خلاص ويكفي ان السوار كانوا برددوا ليه خلاص كويس يا حسن الحاج انا كنت متواصل معاه وكنا سوا والزولة دقاليه ده ضابط بتلاتة نجمات المعروف للشعب السوداني بمواقف قوية جدا كويس طيب ليكم التحية والتقدير كويس قال لي ان شاء الله مباراة المريخ وبرشلونة بث مباشر في مدينة كادوك ليقول امين اللهم امين يا ابو القاسم اللهم امين يا خليك التحية والتقدير وان شاء الله نشوف الوطن دوما خفاق يعني نشوف الوطن خفاق ونستمتع يعني قبل اليوم ليفربول ما جانا هنا مشكلة ليفربول ناس وكت ايان راش عند جون في السودان هنا وكانت مباراة ايام سكسك يجيب الهدف التحية والتقدير لجمهور الكرة السودانية وفي كل مكان كويس قال لي والله واحد اتكلمني بحريقة سوى قمدرمان ضابط يلا يا ايمن اها رايك شنو في جوربات كان الكلام لاف فيها من الصباح عن انه في حريق حيحصل الليلة في بنك اها رايك شنو وانه مرجح ان يكون بنك النيل الازرق اها رايك شنو في احداث كثيرة زي دي قادت تحصل بتطلع معلومات قبل عشان كده قاعدين نقول الانجلاد عادي ممكن يتتكون عارفوا قبل سنة وبعد دا يتم هل تكون عارفوا الانجلاد سنة 84 جابوا في الصحف انهم بيدربوا هناك في ايران بيدربوا في ايران خلاص انهم بيشيلوا السلاح وشكلهم جايين على انقلاب الكلام دا سنة 84 الانجلاد سنة 89 في امتا قبل خمس سنة كانوا عارفين في امتا الكلام كتير جدا كويس طيب يا اخوان ياريت الناس تبعدني عن نقطة رايك شنو في فلان او في الناشط فلان او كده كويس لا لا نحن بنتكلم عن مشاكل يعني كبيرة بنتكلم عن معالجات بنقرأ حلولكم لكن عن اشخاص وشنو من صغير الموضوع لاشخاص مهما كان كويس عليكم السلام استاذ ابو بكر اليك التحية الحاصل شنو في غربي كردوفان الحاصل يا استاذ محمد الشطة بانه المواطنين الهنات بيتكلموا على انه التنمية بتاعة البترول ما جاية للمنطقة ودارين يحاكموا حتى ابناءهم في المؤتمر الوطني التسببوا في الكلام منطقة هجليج منطقة هيناء بليلة المناطق دي الآن في مشكلة في كلام قوي جدا من داخل القبائل الهنات بانه في تحرك عسكري حيتم استهداف مناطق البترول ومن سمى الاعتصام فيها ذاته ما تتصلح والكلام ده نحن ما دارينه نحن في النهاية ما دارين تدمير ولا دارين تخريب لكن دارين اي زول يا جماعة مظلوم يقول انا مظلوم يا اخوانا خلاص ما في مشكلة اي زول دائر حقه يقول انا دائر حقي ده الحاصل في غرب كردوفان والكلام ده خطير جدا والقبائل الهنات كلها مسلحة مسلحة من الطبنجة لغاية الدوشكة خلاص قرأ نوفات عندهم كلاشات عندهم جيم عندهم فيه انت يعني شغلانية السنائي عندهم لك انت تخيل كويس عشان تعرف الحكومة والتخافة الله حكومة البشير شوف سلحة الناس كيف خلاص شوف سلحة الناس كيف القبائل شوف خلقة الفتنة وهو تسليح القبائل ده يتكلم عنه محمد احمد المحجوب في عام 1954 لما قال مشينا جنوب السودان وكان منعي اللواء الخواط اللي يرتع الغوات المسلحة اول قائد عام للغوات المسلحة الوقت داك ما فوز يدفع فيه قائد عام وكان اسمه قوة دفاع السودان فقال مشينا هناك لجنوب السودان والحكومة قال سلحت بعض الناس بعض القبائل في جنوب السودان في متأسي الشريك ده ما فيه ناس قاعدين يسلحوا قبيلة ضد قبيلة كويس الكلام ده مشكلة كبيرة جدا جدا كويس انا بفتش القروبات كلها عشان استمتع باللايف تسلم يا اخي لكن عندي مشكلة مع الفريم شغل ليلك كل الاحترام والتقدير والله يجاي لي ده كلام انا غايته لو عملت لايف وما في زول سألني عن النظارة اليوم دك بمشي بشتري وببلح بوزعه غالبا اذا عملت لايف ما في زول سألني كويس او ما في زول قال لي النظارة بس كلمة نظارة بس دي كان بيجت ما في في لايف معناها اليوم دك ذات والشعب السوداني لك انشغل طيب بيقول اه ات حاسد مدني عباس يا سلام ليه مالو معلغ رياضي معي ولا فيش نعني كويس لما نجنو كويس بس ربما انت يا أستاذ صبري ما تعودت انك تخرج من الصندوق الرسموه لك الاخرين او الادخلوه لك الاخرين انا بفكر تفكير حر وادعوك لانك تفكر تفكير حر وما تبقى مطية عشان يجيها تستغلك طيب بيقول البلد دي جدام اسبوع فغطب جزي ليبيا في ملاحظات العفو يا أستاذ زيزيدي اعوزي بالله ان شاء الله ما يحصل الكلام بالمناسبة يا اخوانا بالمناسبة في كلام عن تحرك حركات الكلام دي كم يوم الليلة ولا مبارح بالمناسبة بالمناسبة يا اخوانا بالمناسبة في تحالف تم توقيعه بين الحركات المسلح وحيميتي بالمناسبة والمضمون بتاع الكلام التوقيع اللي تم سريا كويس ومن رقوه بعض الاناي والله المضمون بتاعه ده انه اذا سئلت اي حركة من الحركات المسلحة ووجب على حماية تيء والدعم السريع يدخلوا وإذا كان تم الاعتداء على الدعم السريع الحركات الجبهة السورية تأتي داخلها معه اسمعوا الكلام ده كويس هذا الكلام حصل كويس وتم توقيع وميثاق شرف وحليفة غسم اسمعوا الكلام ده كويس تمام عليك الله ما فيزول يقول لي يلكلمك منه أو جبتها منه لأنه إنت هسا كان دائرة تجتهد بتجتهد إنت لو دائرة تجتهد تحريف المعلومة بتجتهد لكن في نوع كسلان خلاص ما دائرة يجتهد كله كله دائرة جاهزة كويس فأنا لأنه يمكن كإعلامي بمشي بفتش احتمال فيه كتير من الناس يقولوا يا أخي عليك الله ما فاضيين نفتش يا أخي كويس طيب الله يحييك يا أستاذ معاوية تسلم كتير يا أخي تسلم أستاذ مرتضى تجمع شباب مناطق حقول البترول يا أستاذ أحمد ماسكين الملف يلا أها يلا شفت يا فضل طيب الياغود بيقول فاهم أنت فتار الراكز العافو الله يا أخي تسلم النظارة ذي يتطليع يدخليها خلينا نركز فيك الله يا أخي عليك الله يا طيب عليك الله يا طيب ع сравس أن النظارة ذي ه今日 هي المزعية هو مدني عباس ما أشكل لكم هذه النظارة عليك الله عليك الله يا أخي عليك الله لكنها من يشكرك برضه طيب تمام تمام أقعد هنا البتة طيب قالي يا أخي سيمينتا كده خليه يجيك مصران زيه ويدوك أي نوع منه عن حبوب من أجرب صيدلية وأفتح الرشدة وشوف من أسباب أقول لك زيادة في الوزن ما أي زو شوفتو سيمين دار تسخر منه علينا نتعلم عن النقطة أما حتة السمن ومال سمن وما عرف ليك حمود ديته سيمينتا وما عارف طبعا دى سؤال غبي يعني أنا ما بقدر اسأل زولا blo scenariosati إلا لو صحبي دار اهضر معها داري أهضر معي كده عادي فيلا لما انا یہ أقول زول سيمينتا بشكل ساخر مش هذاري لا ساخر قاصد يعني ده بدلة نموعي بشكل غريب جدا كدمش أسأل مادان يعباس سمين أي زول يصطفل لك السمين أمشي السمين تقول لك هل أنت كرشة 5 متر هل سمين مالك؟ لا تخيل هذا ما يعمل بالشارع تخيل لكنها لا تخيل سمين مالك ستقدر تقول لك هل سمين مالك؟ وإذا فلحت كلنا لدينا نحن المساكين كان لجيد برهان برهان دائما قالوا أنه لا يمكن يتنفس بعد مرات من السمين لأسه كان لجيد تقدر تقول لهم هل سمين؟ لا لا تقول لهم من بعيد وتقول هذا لا 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 لاا ان تكون دائما تكون الخطوط او انك تلاحظ في الاتماع كتبت و كتبت و تدت و كتبت وتقول لي و من استمت بي المناسك تقدر تقلوا بها لذا فلاحتكم في احماض الضياه المسكين بس اي حالك او الصمم يقولون الناس يقولون تحديث انه احزر مع معاملين كويس قاعدة هزر معهم دائما لكن الناس اللي بتجيبن هناك طعشة ساكت دي دنوا على المزعج ولا بيعرف حاجة ولا بخلي الآخرين يعرفهم وبيظل في كده صينية لغاية إلى يغضي الله أمرا كان مضع نظرة كم ستة في ستة الحمد لله رب العالمين هو ستة على ستة هو البتة الحمد لله رب العالمين كويس دول والله العظيم أنا لقيت زول نظر اثنين على ستة والله العظيم سبحان الله سبحان الله استغربت في النقطة دي زول كان جابوا لنا في المعتقل أتذكر والله أتذكر كان قاعد موجود حتى مولود في العام 1969 أتذكر ده العام اللي تولدت فيه أصالة نصري والعام اللي تولد فيه باتستة المصارع و69 تاني في زول يتولد كويس وميلان شال فيه أبطال أوروبا ونيميري يحكم فيه السودان وحافظ علي سليمان الأسد حكم سوريا سنة 69 كانت السنة بتاعت انقلابات كانت انقلابات على الوطن العربي بشكل كبير سوريا كويس السودان خلاص محاولات انقلابية تتوقف كان مشاكل كثيرة جدا جدا كويس لكن عقد الستينات عموما لزول سألني عقد الستينات سموه عقد الكوارس لأنه فيه اتكتل مارتين لوثر كينج وفيه اتكتل مالكوم إكس وفيه اتكتل جون كيندي الرئيس الأمريكي ومارتين لوثر كينج ومعاه اسمه منه معاه مالكوم إكس ديال من أشهر المناضلين بيعرفون كتير من الناس أنا شاكر ليكم يا شباب شباب بذكركم لايك شير كويس لايك شير أيوة قال ليه بيتهزر واللقاصة ده أبو رهف كويس يلا يا جماعة القاعد يقول أحمد الضيسي من منه ده أبو رهف يا جماعة أبو رهف تزور رأسه فاضي كويس يا أخوانا كذبا راحا تعالوا نتكلم لو عايننا بنلقى إنه ما في حاجة بيقدر يقدمه كويس يا أخوانا ده نقطة مهمة جدا ما عنده حاجة لا عنده معلومة سياسية لا بيفهم في المشتر بس يلا بسوي شنو بيقول بيجي أحمد الضيسي من فلان سي من فلان دا ما هو ما عنده منهج فكري عشان يقدمه ليك وما عنده نسق معرفي ثقافي محدد هو ما يشبهه وما عنده طريقة معينة هو زول جايط هو نصيبة كده جايطة للآن العلومة ما قدروا يعني فشنو ما بيؤخذ بقوله ولا تقبل له شهادة في محكمة ولا ولا إلى أن يزول ما به من لبس ومن شكاليات كويس يعني خالد أبو راف دا المفترس كمش المحكمة ما يقبله شهادته لأنه رجل غير سوي غير سوي كيف بأنه رجل جايط هو ما عارف حية دي براء المفترض والله أنا لقدر الله لو بيجيط رئيسي من الحياة اللي أخذتها حكم ما لك ما عارف تقول ليه ما لك السماء عارف تيجوط في الناس صباح ونزلت ما عارف حية لا في أساس أسأله أسأله مكونات والحرية والتغيير اتكلم ليهنا عن دور المستقلين اتكلم ليهنا عن استخراج كل الموارد والمعادن اتكلم ليهنا عن النحاس اللي موجود في جنوب كوردوفان اللي عليهو بتتنازع الآن المنظمات وعمل مشاكل تقول ليهو يتكلم ليهنا على الاحتراب ومشاكله والله خالد أبراف يقول يعيلك عشر واربين يوم ما يعرفه لدلك يجيب من وين يجيب من وين يا جماعة الزول ده بيتكلم ما عنده معلومة عشان كده بيتم عليك بين بس فلان وانت سويت كده وانت سنينتا الزول راسه فاضي فاضي حيقول ليك شنو كويس فنسأل الله يرد إليه عقله وبندعو برضو جميع المحاكم بعدم قبول شهادته لأنه رجل لسه ما وعي رجل المراهقة خلاص فدي والله مسألة مؤلمة فأنا والله حقيقة قاعد أتسامح معه الزول ده قبل اليوم ردمني 25 مرة وتاني جعتزر لي وتاني ردم وشان كده أنا مش حيل معه المسألة دي كتير بل بالعكس يعني بتضحك وتقول ناس الله سبحانه وتعالى يعجل بالشفاء بالنسبة لأبو رهف فده كلام كتير جدا بعد أن احنا هنا وقت في السودان بنمرق الأمن تبدوك فينا بنقول لأبو رهف تعال بطلع لايف قال أنا قمت جاري قال ناس الأمن سكني قال لي جاري ما لك طيب قال لي ما تجيب طيب قال لي جاريت قطعت الحدود والله يكضاب منافق نفاخ قال قطعت الحدود وسكني بطيارات ما تخاف الله يا خالد أبو رهف الكلام ده قالوا 2018 في لايف في صفحة نصعب شهر 7 كهيز قال ليه أنا طالع والناس ده سكني بطيارات ودبابات أها يا كارلوس إليتيس إليتيش راميريس سانشيز المولود لأسرة كالسوليكية في 1949 تعرف الزول ده أبو رهف يا أخي ما بتعرف عليك الله يا أخي عليك الله خليك إلت مع أفلانة قالت وإلا أن قال كويس؟ قال أنا مركت خايب نحن النادي يا أبو رهف تعال خليك من كندا تعال نقود الناس دي قد دهم الغصر وين يا زول وقال جوازي محظور ما في زول بيعرفوا ولا في زول شغال عليك الله كده كل بساقت كده هو هنا فهو ما عنده فهم عشان كده بركز في النشطاء بركز إنه يخرج يتصل على واحد من النشطاء ودي أنا بقوله خالد أبو رهف يتصل على واحد من النشطاء قال ليه أحمد الضيدة نحن قلنا ردمناه وحرجناه تاني ليه قال من جديد كويس؟ لأنه يا خالد أبو رهف نحن بنعرف نبرر لأفعالنا ولأنه نحن عارفين نفسنا بينسوي حاجة صح ولا غلط لكن إنت المعارف حاجة بيدق زي بتاع الشطرانج بشيلوك هنا وخطوك هنا دي مشكلة كبيرة فيتغير يتحكوا فيك بالمناسبة ناس حرية التغيير بعض كوادير ونزادهم الصغار اللي يوم عشر يوم في الحرية التغيير ويجيوا بقول للك أيوة أيوة قول يتنتجي هاي مساجة فأنا سأل الله سبحانه وتعالى يعني فيأخواننا شكية بقول الناس تملى رأسة خلاص لازم الناس تملى رأسة يعني إنت شوف لاحظ أغلب النشب اللي بتلجاه بتشاهده وتتعلق لأبو رهف بتشوف يا دارين يضحكوا زي في خطبة حمد منصفة عبدالقادر فيهمتها كده يا يا يلا خالد أبو رهف مثال لحالة البؤس السياسي في البلد ومثال للمتناقضات كويس كويس يلا الكلام ده نحن بنقوله ليه كتوحية نخليه قاعد يخصص لايفات يهاجبنا ما قاعد ينروض عليهم كويس لكن في حاجات لازم تتقالي يا جماعة كويس لازم 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 يكونوا هناك أبو رهف ده 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 حالة عبانة شوية نسأل الله إنه هناك فالمهم أنتوا أعرف وإنه نبزوا وجوطه لأنه ما أعرف حاجة بس ده كل الموضوع بس ده كل الموضوع بس جوطه دي ما أعرف حاجة انتهى بس هو يقول شنو هو دار يطلع للايف وما بيلقى شخصيته إلا في اللايف يعني كويس بيقول لك عيش لاشنو لو ظهرو في الغناسة بيعني يتكلم كان جابه أسا قال ليه ناضل بناضل لو قال ليه تعال تعال الآن يا خالد تعال جيب جدها من المحكمة وطالب بحاجة شو هده كذاب ما بتجي للأسف الشديد كذاب يلا شكي ده الكلام كتير جدا في يلا زي خالد ده خطر على النشطاء لأنه بيعمل مشكلة فيهم ته خلق لينا مشاكل وفتن مع كتير من النشطاء عنده حغت بيحغت حتى على اللايكات أول يوم الناس بدت تردو في ذلك هاليوم أمشوا صبحت أحمد الضي شيلوا لايكاتكم منه شوفوا زول الأمرو 60 سنة وما عاجل يعني إنت من جبال عندك مشكلة مع لايكات أحمد الضي ولا نسبة لا حول يلا ده 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 عشان كيب أقول لك هو ده حالة للبؤس السياسي الحاصل في البلد لما انتلقى زي خالد أبو رهف تهكد إنه البلد كان رئيس البشير تمام تفقنا يا شباب السلام عليكم ورحمة الله لايك شير يا جماعة اللايك أسفل الفيديو على يدك اليمين الشير أسفل الفيديو على يدك اليسار تحية وسلاما خلوا الرسالة توصل والفكرة دائرين أي زول يا أخوان في اختام اللايف ده ملصغات أفتح على التعليق تحتك عمل لنا ملصغين قليب فهمته زول نعطي كورة جلوري جلوري لو لقيت الملصغ ده المهم يلا سلام عليكم ورحمة الله